اهلا بكم معانا متابعين الاعزاء في قناة الابيض تي في وحلقة توقعات جديدة هنروح فيها لامريكا قبل ما نبدأ التوقعات ياريت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس واختار الكل عشان يجيلك الاشعارات بكل جديد وما تنساش تتابعنا على قناتنا الجديدة توقعات 2021 اشترك فيها هتلاقي اقوى الفيديوهات للتوقعات ويلا نبدأ حلقة النهاردة هنتكلم النهاردة عن اشهر واهم التوقعات اللي تم تدولها بقوة في امريكا واحداثة صدى كبير جدا جدا في العالم دين كونتر كاتب السيناريو والخيال العلمي وروائي امريكي لكن هو غير رائي او متوقع اتولد سنة 1945 في ولاية بنسلفانيا الامريكية وتشهر برواياته اللي بتحمل صبغة تشويق غامضة كمان بتمتزك في رواياته عناصر رعب وخيال علمي وغموض وسخرية من بين كتبه كان في رواية عيون الظلام واللي تنبأ فيها قبل 40 سنة بان مرض مصدره مدينة وهان الصينية سينتشر في المستقبل بسبب مختبر عسكري خارج المدينة انتك فيروس حيتم استخدامه كسلاح بيولوجي لكن انتشر في مدينة وهان بالخطأ ومنها انتشر في العالم في قصة كونتر امرين غريبين جدا ومثيرين للفزع الاول هو ظهور تسجيل صوتي ومرئي لعالم بيولوجي فرنسي ملأ ارجان العالم الافتراضي ووسائط التواصل الاجتماعي بيتحدث فيه عن حقيقة وجود مختبر بيولوجي فرنسي في مدينة وهان وان فيه براءة اختراع قائمة بالفعل لفيروس كورونا واللي قدم رقمها للعالم الكلام ده قابل جدا للتصديق معها مش طبيعي من الشك الصحي الامر التاني هو ان الطبع الاولى من رواية عيون الظلام ما كانتش بتتكلم عن مدينة وهان بل مدينة جروجي لكن لما اعيدت طباعة نسخة الرواية عام 1989 تم تغيير اسم المدينة الى وهان هل الامر مصطفة ولا وراه هدف معين هنروح معاكم بقى لمستبصرة امريكية اسمها سيلفي براون انتشرت حكايتها على وسائل التواصل الاجتماعي واشتهرت باهم كتاب ليها بسبب توقع شهير توقعته في كتابها نهاية الايام اتولدت سيلفي براون في كينسس سيتي بالولايات المتحدة الامريكية سنة 1936 وهي كاتبة ومعالجة نفسية ووسيط روحي ومن اهم كتبها توقعات وتنبؤات حول نهاية العالم وتوفيت عام 2013 توقعت في كتابها نهاية الايام فيه انه بحلول عام 2020 هيظهر فجأة وباء شبيه بالالتهاب الرئوي الحاد سيهاجم الرئتين وانبيب الشعب الهوائية وحيلف الكورة الارضية كلها بسرعة ويقاوم كل المضادات المعروفة وانه هيختفي فجأة كما ظهر لكنه سيعاود الظهور مجددا بعدها بعشرة اعوام قبل ان يختفي نهائيا بعض التوقعات اللي وردت كمان في كتابها ما كانش حد بيصدقها لكن سجل عليها عدم تحقق الكثير من اللي سميت براون تنبؤات او توقعات لها بحسب الابحاث اللي تكتبت عنها الامريكيين بيتسألوا هل كانت كتابات براون مجرد ضربة حظ ام ان الامر تجاوز ذلك خاصة انها بتتوقع اختفاء المرض فجأة كما ظهر فجأة وانه حيعاود الظهور مجددا بعدها بعشرة اعوام قبل ان يختفي نهائيا اخر اللي حنتوقف معاهم النهاردة هو بيل جيتس الملياردير والمثاقف وقارئ التاريخ والمستقيل اخيرا من مايكروسوفت بعد 45 سنة من الابدهاء للتفرغ للعمل الخيري مش في امريكا بس لكن حول العالم بيل جيتس وقبل عدة شهور وتحديدا في اواخر عام 2019 كان توقع بظهور فيروس قاتل في اسواق الصين قبل انتقاله الى مختلف بقاع العالم بسرعة كبيرة وقدم بيل جيتس كلامه ده عن الفيروس في سلسلة وثائقية صدرت عبر مجموعة نتفلكس الاعلامية وحملت عنوان الوباء القادم وحذر فيها من ان العالم غير مستعد للتعامل مع وباء عالمي وابرزت الحلقة دي ان اسواق الحيوانات هي مصدر الفيروسات وان جثث الحيوانات المكدسة فوق بعضها البعض والدم المختلط مع اللحوم من عوامل انتقال مختلف انواع الفيروسات الى الانسان قبل انتشرها بشكل كبير وسط البشر كلام بيل جيتس بيحتمل امرين الاول هو ان الناس اللي بيؤمنوا بالتحليل العلمي شايفين ان بيل جيتس كان بيستقرق المستقبل من منظور علمي تحليلي اما الامر التاني هو ان الناس اللي بيعتقدوا في فكر المؤامرة شايفين ان بيل جيتس ماشي في طريق اللي بيعرف باسم السيلف بروفيسي او التنبؤات اللي بتسعى لتحقيق ذاتها بذاتها ودي بتتشابك فيها الخيوط وبيتقاطع معاها عالم الغموض الاستراتيجي بكل ما يحمله من صراعات ومؤامرات قليل منها هو اللي ظاهر وكتير منها مازال خفي سلسلة من الاوبئة والامراض ضربت العالم من ازمنة كتيرة وبتتكرر على مدار التاريخ زي الطعون والكوليرا والانفلونزا الاسبانية والايدز والحمة الشوكية والايبولا وانفلونزا الخنازير وغيرها وغيرها وراح ضحيطها الملايين واخرها فيروس كورونا لكن المثير في قصص الاوبئة دي مع الانسانية فكرة التنبؤ والتوقع بها ووجود اشخاص استبصروها من بعيد وتوقعوا معالم وملامح احدثها وازاي حتصيب البشر وايه اللي حتخلفوا وراها وده اللي بيخلينا نسأل ازاي قدر ليهم ده وهل ممكن نسمع عن توقعات مخيفة زي دي كده مستقبلا في قصة كونتر امرين غريبين جدا ومثيرين للفزع الاول هو ظهور تسجيل صوتي ومرئي لعالم بيولوجي فرنسي ملأ ارجان العالم الافتراضي ووسائط التواصل الاجتماعي بيتحدث فيه عن حقيقة وجود مختبر بيولوجي فرنسي في مدينة وهان وان فيه براءة اختراع قائمة بالفعل لفيروس كورونا واللي قدم رقمها للعالم الكلام ده قابل جدا للتصديق معها مش طبيعي من الشك الصحي الامر التاني هو ان الطبعة الاولى من رواية عيون الظلام ما كانتش بتتكلم عن مدينة وهان بل مدينة جروجي لكن لما اعيدت طباعة نسخة الرواية عام 1989 تم تغيير اسم المدينة الى وهان هل الامر مصطفة ولا وراه هدف معين وصلنا معيكم لختم حلقة التوقعات النهاردة يارب تكون الحلقة عجبتكم شكرا لكم حسن المتابعة استنونا الفيديو توقعات جديد دمتم بكل خير وحب وسعادة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة